لابد أن يكون الحراك قائم على العد والشهادة للحق ليس للحزب، للجماعة، ليس للقريب، لا 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 أحد لله وكذلك لابد أن يكون القيام والحركة لله آية السابقة تقول القيام بالقصد هنا آية يقول الله سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله هنا كونوا قوامين بالقصد يعني البعث والمحرك والمتكئ هنا قوامين لله من أجل إرضاء الله الهدف من المعارضة للنظام الطاغي ما هو حتى أنا أتصل الله حتى أنا أغلب بأي طريقة كان لا إنما من أجل القيم لله للكرامة للحق للحرية للعدل للأمن هذا هو الهدف